مفاصل الدولة هي الهدف الاستراتيجي الذي يسعى تنظيم القاعدة في اليمن وما ينبثق عن مجموعات مسلحة إلى إضعافه في محاولة منه لزعزعة استقرار هذا البلد وفرض سيطرته عليه ولعل هذا ما يفسر الهجمات المتكررة التي تستهدف قوات الأمن والتي كان أحدثها هجوم على نقطة أمنية في محافظة حضر موت أسفرت عن مقتل عشرين عنصرا أمنيا في واحدة من أشرس الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في اليمن قتل مسلحون مشتبه بهم عشرين عنصرا من قوات الأمن وأصاب آخرين خلال هجوم نفذ فجر اليوم على نقطة تفتيش في محافظة حضر موت وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين على متن أربع سيارات باغتت أفراد النقطة الأمنية واستخدموا الأسلحة المتوسطة والخفيفة ثم لاذوا بالفرار عقب الهجوم بعد أن قتلوا الجنود واحتجزوا إثنين آخرين وصرح مصدر أمني بأن المسلحين يشتبه بانتمائهم إلى جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له ولم تعلن أي جهة المسئولية عن الهجوم بدوره أمر وزير الداخلية بإيقاف كبار مسئولي الأمن في محافظة حضر موت التي شهدت الهجوم وإجراء تحقيق فوري وقال مسئول محلي أن معظم أفراد وحدة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كانوا نائمين حين وقع الهجوم على النقطة شرقا من المكلة عاصمة حضر موت ترجمة نانسي قنقر